هذه الطائرات الإسرائيلية لم تغادر سماء بيروت ومحيطها لساعات طويلة وهذه الخطوط البيضاء تمثل خرقاً واضحاً أرادت إسرائيل أن يكون موثقاً باللون والصورة فما هي دلالته؟ وهل يستدعي القلق؟ مراراً ومنذ بدء القصف من وإلى الحدود الجنوبية اللبنانية هددت إسرائيل كل لبنان وتحديداً العاصمة بيروت وآخر هذه التهديدات خلال جولة وزير الدفاع الإسرائيلي بالقرب من المستوطنات عند الحدود الشمالية مع لبنان خبراء أمنيون يرون أن هذه الخطوط ليست دليلاً على أن التهديدات الإسرائيلية جدية بل الخروقات تهدف بشكل أساسي إلى إخافة المواطنين الحرب النفسية يعني عرض العضلات للترحيب يعني وإنذر اللبنانيين أنه ما لا نعمل ممكن نعمل عملية عسكرية كيف تقدر تعمل عملية استطلاعية وتشوف أهداب دقة عبر مسيارات بدون ما تطلع تعملها الخط الأبيض عادة ما يسبق الدربات العسكرية تحليق لطائرات الاستطلاع ولكن هذه المرة الأمر مختلف أكيد مش بالضرورة أنه بدون يصير عملية عسكرية وبكرة وأساساً اللي بدون يقوم بعملية عسكرية مفاجأة وخاصة ضرب جوي ما بيقوم بحركات عسكرية وبإنذار قبل البواية بيفاجئ الخروقات الإسرائيلية أصبحت عادية لكن الجديد إذن أن إسرائيل استخدمت هذه المرة طائرات تخلف وراءها خطوطاً بيضاء لتوصل رسالة أنها جاهزة بأي لحظة لتخطي الخطوط الحمراء ترجمة نانسي قنقر